من العنف قد تعرضت لها النساء في محافظة نينو ولكن من نوع آخر وهو الجلد والضرب والقتل هناك لدينا لحد الآن إحصائية بمئتي امرأة قد قتلت على أيدي داعش بسبب كونها ناشطة سياسية أو ناشطة مجتمعية وأنها لم تصاع إلى أوامر داعش التعسفية جدا ضد المرأة مثال آخر هناك كثير من النساء ترملوا وكثير من الأطفال تيتموا على أيدي داعش لكون أزواجهم ومع هذا لكون أزواجهم قد قتلوا على أيدي داعش وهم نساء صغيرات في السن ولكن مع هذا قاموا النساء برعاية أسرتهم وأطفالهم واستطاعوا أن يعبروا هذه المحنة ولو كانت محنة شاقة جدا على المرأة ولكنها استطاعت بقوتها وقدرتها وإصرارها أن تشتاز هذه المحنة لحين ما تحررت مناطقهم